سيد حميدوش اليوم ركشفنا هناك دول يعني تخفض العملة وهناك دول يعني ترفع يعني من العملة وهذا لا يعكس ربما قوة الاقتصاد وعطاء مثلها بالصين وحتى يعني الكويت وحتى تركيا وتونس اليوم ما هي الحلول والخيارات الأكثر نجاعة بالنسبة للجزائر وعندها فائدة سواء للمواطن والاقتصاد الجزائري وش قصد الحلول وش تديروا بها؟ يعني الحلول مخصوب بها نعم لتعني الجزائر يعني تعني الاقتصاد الجزائري حاليا كان كثير من الحلول تتخذ من طرف العديد من الدول سواء لرفع العملة أو تخفضها احنا في الجزائر يعني وش نية الحلول الأكثر نجاعة؟ صح هو في الوقت لأنه حاليا احنا مقدرواش نعتمدوا على الحلول لتعتمدها الصين أو تركيا لأنه اقتصادنا يختلف هو هو نعود أن أكد لك باللي يودي العملة ترفع يعني تطلع وتحبط ما وش هدف سبا أنا كمواطن يهمني تتحسن القدرة الشرائية نتاعي نعم جي بي نتاعي ذكرها 3500 دولار كيفاش يولي 7000 دولار أو حم ساليف باش نصحح لك المال رأخم ساليف حاليا الناتج الداخلي الخمرة هو 240 مليار دولار بعد مراجعة سنة الأساس نعم نعم بعد ذلك نحول التضخم إلى أخي ونحزب القدرة الشرائية الحقيقية هذيك اسمية الآن نرجع الهدف انتعنا مليخش يكون هذا الدينار يطلع ولا يهبط خاش عليها لأنه قضية تعسكو نحر يطلع ونحر يهبط نحر يهبط ونحر يطلع المشكلة وراه يعني اللي قد تكون عندنا في الاستراتيجية في السياسة تنتوعنا الاقتصادية سواء المالية سواء النقدية نحو من هالإديولوجية ما زالنا عايشين في الاشتراكية كيف نحوها معندها رايح نقولك باللي هذي كنت نعطيه لك تقع واحد واثنين بالمئة يعني في قطاع واحد قد تربح خمسين بالمئة نعم نعطيك مثال المناجم في المناجم شوفهم ليه كائن أهم شيء في العملة الصعبة اللي هو احتياطات بالذهب أهم شيء الاحتياطات بالذهب احنا المشكلة انتعنا لما كانت عندنا مئتين مليار دولار هي كائن من المفروض يعني في العالم دايما في السيولة سعني في هذه اللي بارتي اللي كيديتي هذي ولا بارتي ريزارف هذي هي سبعين بالمئة ذهب وثلاثين بالمئة معناه ثلاثين بالمئة دولار ويان وإلى آخره هل المشكلة انتعنا هو خليناها سهولة وراحة برامج التنمية هي من المفروض اللي يعني معنى الآن من المفروض تكون عدنا حوالي واحد وستين مليار دولار ذهب كشي خرفيث معنى ذهب اللي ليكونومي اللي قدور يعني أقل بربعين مليار إذن الآن الروح للذهب اللي غد يعطي كونفيونس يعني ثقة في العملاء ويعطي يعطي قدرة تعانى العملاء تولي تهبط يعني قبلنا قلت لك على سبعين وثمانين دينار معنى تقدر كوني نهضر لك على ربعين وخمسين دينار كنروحوا للذهب مثال كنديروا إصلاحات ذهب ما نتكلمش على ذهب قطاع مناجم حنا ما زال قطاع المناجم نهضروا عليه يعني علاقة الاشتراكية معنى ذهب اللي وسائل الإنتاج عند القطاع العمومي من المفروض يكون القطاع الخاص هو اللي ينافس الجزائر بالدرجة الأولى بلد من جامي كين خلوا دايرين باللي مثال في الذهب اللي ينظم الإنتاج ويتكلف بالإنتاج وعندوا علاقة بالإنتاج كله عمومي ومن بعد هذا القطاع الشباني اللي نقول له يتكلف دايرين لوحدة الإجراءات معنى هنا باش تعرف باللي الفرق وروح شوف نيثال في كنادا ولا شوف في أستراليا أي واحد يعني قادر يلقى ذهب مرحبا بي القضية ورها يعني كنقلوا مناجم ما شغل ذهب قضية ورها قضية أنا فيه سوق لكن دستور جزائر واضح في هذا الأمور يعني ما هو موجود يعني تحت الباطن هو ملك للدولة ما قلت لكش ملك تعد دولة اللي قرده للخاص ره ملك للدولة معنى ذهب اللي اللي رح يصيبه مرحبا بي هذا وين نديره هنديره في قانون المناجم معنى هذه إذا ترح تدير استكشاف الله يسهل عليك نتدي المخاطرة الآن إذا كان بعد الاستكشاف القيت تسمى شي واللي الاستغلال الاستغلال اللي بغيت أنت تستغلوا ولا تبيع لها ليسونس أنت عكو الله يسهل معنى هذه أنا ما قلتك ذهبي ولي معنى أنا كادة ولا وش مخاطرة أنت تديها إذا كان غياب كلها تولي متوفرة وهذا قطاع وحده يعني له تدير فيه إصلاحات عميقة معناه أنه رايح يعني أنا قبل لك قلتك المجموعة رايح 25% بهذا وحده تربح 2% نعم طيب تكون عندنا هذا الشجاع نعم